البرنامج ده شغال في خدمة القانون ومصلحة المحامات بنحترم الرأي والرأي الآخر وبنبعد عن كل مناطق الشبهات عشان احنا البرنامج لقواعد وشغلانا فيها كتالوج ومواصيل عارفين كويس ان العمل اللي عام في مصر لناسه وحساباته واخناقاته لكننا بنحترم الخلافات وبنعبر عن وجهة نظرنا من غير شخصنا ولا تصدير دماغ الحياة بالنسبة لنا منهج والمصدقية هدف وبيحكمنا شعار ازاي تاخد حقك بالقانون ازاي تاخد حقك بالقانون سهر خلال عليكم واهلا بيكم في حلقة جيدة من الابوكاتو ازاي تاخد حقك بالقانون رحيل مفاجئ لنقادي بارز مستاذ خالد أبو كريشا حقيقة صدمة لجموع محامين مصر في وفاة الفقيد ربنا يرحمه وان شاء الله يعني يدخله فسيح جناته ويصبر اهله واسرته واصدقائه الحقيقة استاذ خالد من الشخصيات المحتربة انا عرفته من 25 سنة تقريبا وتقابلنا اكتر ممرة بعدها لكن الموقف الاخير اللي اتذكروا ليه كنا عملنا تقرير بعد حلقة المرحومة شايمان اللي ارحمها وكان في التقريب ده الاستاذ خالد أبو كريشا والحقيقة كان لها تعليق بعد عاد التقرير وهو زعل من تعليقي ده ولمني لكن لما تقابلنا ما حسيتش ان فيه خلاف او ضغيما لا احنا اختلفنا بفجة نظر لكن على المستوى الشخصي كان بيتعامل معاملة رقية ومحترمة الله رحمك أصوص خالد احنا الحقيقة في الأوقاته هنرى التقرير هنتكلم فيه عن مسيرة الاستاذ خالد أبو كريشا تعالوا نشوف تقرير ونرجع داني رحيل مفاجئ لواحد من الرموز النقابية للمحامين خلف وراءه صدمة وحزنا على رجل قدم للمهنة بقدر ما اتسع طاقته وعمل لصالح مجتمع المحامين وجمع بين الأصل الطيب وقوة الشخصية إنه النقبي البهرز خالد أبو كريشا الأمين العام للنقابة العامة للمحامين الذي رحل عن عالمنا أول أمسنا الخميس عن عمر ناهز 52 عاما ليشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم بالقاهرة ويواري جثمانه بمسقط رأسه بمحافظة سوهاج درس أبو كريشا القانون بكلية الحقوق جامعة أسيط وكان شغوفا بالعمل العامي والنشاط الطلابي ثم بدأ حياته العملية عقب التخرج من مكتب والده نقيب المحامين بسوهاج سابقا محمد الأمين أبو كريشا وبعدها افتتح مكتبه الخاص في محافظة سوهاج ثم انتقل إلى القاهرة وأصبح من أشهر محام النقد انخرت خالد أبو كريشا في العمل النقابي مبكرا حتى انتخب عضوا بمجلس نقابة المحامين في الفترة من عام 2001 وعام 2008 كما انتخب عضوا بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضوا باتحاد المحامين الأفرق وكان عضوا بعدد من مؤسسات المجتمع المدني كما ترشح مستقلا لعضوية مجلس النواب الحالي لكن لم يحالفه التوفيق ترافع أبو كريشا في عدد من قضايا الرأي العام كان أشهرها توليه قضية الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف الذي استشهد برصاص أنصار جماعة الإخوان الإرهابية شغل الراحل إلى جانب منصبه كأمينا عاما للنقابة العامة منصب مقرر المعهد القومي للمحامة وقد نعته نقابة المحامين ومجلس النقابة العامة كما ألغت حفلا كان مقررا تنظيمه لتسليم شهادات دورة معهد المحامات الأولى حداداً على القيادي النقابي الراحل رحمة الله على الأستاذ خالد أبو كريش طلقت رسالة على صفحة رسمية للدكتور أيمين عطالة من امرأة الحقيقة طلبت مني أن تكون هذه الرسالة موجهة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة هزتني من جوه لما تكون أم وقعدت سنتين ما تشوفش أولادها ويعني تأمل في رؤيتهم والزوج مانع طبعاً رؤيتها لأولاء الأولاد الحقيقة الرسالة دي جاني عكسها كتير من أباء مش عارفين يشوف أولادهم في خلل في قانون الأحوال الشخصية خاص تحديداً في مسألتين الحضانة والرؤية وأنا الحقيقة من مكاني هنا من الأفوكاتو بناشد المشرق المصري بسرعة التدخل لأن الحقيقة فيه أزمة كبيرة يعني اللي يقرب منها هيحسها هتلاقي أب مش عارف يشوف أولاده وهتلاقي أم بتعاقب أسرة الأب اللي هو طلقها أو انفصل عنها بعدم رؤيتهم للأولاد والقانون بيد الحق الحق الرؤية للأب بس طب تعمل إيه الجدة والجد العامة يعني يعملوا إيه ما هو مش عارف يشوف الأولاد فبيبقى دايماً استخدام الطفل المصري استخدام سيء حالة وجود خلافات زوجية لكن لما تبقى امرأة بقى مش عارف تشوف ابنها أو بنتها دي الحقيقة يعني صعبة شوال فأنا بناشد المشرق المصري ياريت نتدخل بوضع قواعد وقوانين وضوابط علشان ما يبقاش فيه خلل عندك لأن الطفل الوحيد الحقيقة اللي بيدفع تمن هذه الأمور يعني الطفل وده يعني إذا كان عندك صروة قومية هتكون الطفل المصري فإذا ما كناش هنحافظ على نفسيته وعلى تربيته طب هتضمن منين أن يكون عندك في المستقبل ناس تحمل أمانة هذه البلد إحنا الحقيقة محتاجين نفكر في الموضوع ده ويكون له أولوية عن قوانين أخرى بتدخل عشان تخدم مصالح ناس تاني عندي مدخلة دلوقتي من أستاذة محامية الحقيقة برضو كانت بعتت لنا وتكلمت عن حادث هي تعرضت ليه وكان حصل لها إصابة في العين والمفروض إنها يعني كانت تجدد ومع ذلك ما عرفتش تجدد في نقابة المحامين أنا معايا الأستاذة إيمان المحامين من اسكندريه أهلاً وسهلاً يا أستاذة إيمان إزاي حضرتك؟ أهلاً بيك دكتور إيمان إزاي حضرتك؟ الحمد لله وليلي حضرتك إيه بقى الشكوة بتاعتك من فضلك؟ أستاذي أنا حتعرضت الحادث من 2009 ومقيدة بالجدول العام من سنة 97 وقيدي واصل لحد استقناف 2007 حد 2016 وطبعاً بجدد كل سنة زي العادة ما انت حضرتك عارف جي سياسة الدكتور سامح عشور طلب الطلبات اللي هو طلبها دي وأنا متوقفة عن العمل وحضرتك أنا بتعالج على حسابي ما خدش من نقابة جنيه يعني أنت عندي كنز بتعجز دلوقتي بتأخذها العمل؟ أنا فقدة عيني الشمال وعيني اليمين مياه متقدمة بتعالج عليك حسابي بقالي عشر سنين فطبعاً المفروض أبقى على سبيل الاستثنائلية معيش أو مستحقاتي أخذها زي ما حضرته بيقول إحنا مش هنفرط في جنيه من فلوس النقابة طب أنا فين؟ يعني أنت تعالج على حسابك ومعرفتش تعالج على حسابي أنا سني 48 سنة وبحالة العجز اللي عندي دي حضرتك بعول ثلاث أطفال كلهم في معاحل تعليم مختلفة يشوف لي السيد سامح عشان شغلانة بسني وبحالتي ده وأنا اشتغلها مارست المحاملة لغاية إمتى يا أستاذ إيمان؟ أنا لحد 2010 أستاذي من 97 ل2010 وقيدي لحد 2016 وأنا مستعدة أن أنا أتقارد على التب الشرعي ويقرر تاريخ الإصابة وكل حاجة وأنا حاجز تام واضحة جداً مش محتاجة أي تمثيل ولا أي حاجة يعني طيب لو ده بقى يعني بالنصاب العدل اللي هو حطه حضرتك يشوف بقى حيعمل معنا إيه بقى طيب لكن كده أنا أعتبر كده يعني أنا ما عنديش فلوس يا أستاذ إيمان أستاذ إيمان هستاذينك كتب في الكنترول سيبي رقم تليفون حضرتك وأنا هتابع معك شخصياً والرسالة دي أشكريك أستاذ إيمان أستاذ إيمان المحامية من الإسكندرية الرسالة دي حانا بوجهها للنقيب سامح أشور يعني التنقية أكيد هيبقى في حالات بالشكل ده كتير يعني خلينا نقول لو محامي مثلاً هو شغال في المهنة وأصيب بمرض من هزير يعني هي حادثة هي زي دي ومعرفش يكمل طب يعمل إيه يعمل إيه هيعمل إيه الراجل ده أو الستي دي تعمل إيه هتقعد في البيت مش هتعرف تجدد يا سيدي ما هي بتقولك بتعليج على حسابها مش عايزة حاجة من النقابة بس عايزة تجدد عشان تعرف تشتغل آه اللهم بلغت الله ما فاشت طيب أنا جالي لأستاذ مجدي ساخة أستاذ مجدي مساء الخير أعلم إن شاء الله البقاء لله في وفاة المغفور لأستاذ خالد أبو كريش الله يبقى حياتك الله يبقى حياتك الله يبقى حياتك ركن أساسي ورجل نقابي عظيم وكان له دور بارد مؤثر بالعمل النقابي والحياة النقابية وكان له وجود بين المحامين وكان محامي مترافع ومحامي الجوب كل محاكم ما الحقيقة أنا شكرا في حالة في قدام والد هو الحقيقة يا الله يرحمه كان من المهنيين والنقابيين في نفس الوقت نعم نادر حدوثه بإيماني والنقابي واجتماعي وله علاقات علاقات اجتماعية وعلاقات أمسانية وعلاقات وطنية وكان وطني ربنا يا رب يرحمه ويصبركم ويصبر أسرته يا رب أستاذ مجدي كان معايا ويعرض مقابة المحامين إن شاء الله إن شاء الله أستاذ مجدي كان معايا حالة قبل مدخلة حضرتك كده أستاذ إيمان محامية من الأسكندرية وكانت أصيبت بحالة عجز في عينيها اليمين وده أثر كمان على أنها الشمال وكانت الحقيقة الأستاذة بتشتكي بتقول أنا بتعالج على حسابي لكن في التنقية نتيجة إنها طبعا يعني الإصابة قاعدتها عن العمل مش قادرة تجدد وهي دلوقتي بتحاول ترجع تشتغل تاني والتجديد بأصبح حائق وبتصرف على ثلاث أولاد فلو تسمح لنا إن إحنا نحيل الحالة دي على حضرتك وحضرتك تحاول تساعدها أنا حضرتك بعتها لي ومدرس حالتها بس أنا عايز أقول فيما يتعلق بالتنقية والتجديد يعني لابد أن يعلم جميع المحامين أما الشرف الأساسي لحمل كرمية المحامية والاشتغلات أيوة بس هناك ومارسة العمل للقانون طب اسمح لي ولو في استثناء مثل هذه الحالة يعني امرأة محامية أصيبت بإصابة مثلا في عينها ممكن تكون في لجنة تبحث هذا الأمر يعني اللجنة اللي بتبحث مثل هذه الأمور يعني قد تعفيها ثانية أو اثنين إنما لا تعفيها العمر كله عن تقوم الدليل لا هي لغاية 2016 هي مجددة 2016 أنا أقصد إيه ما تكلمش على الحالة دي تحديدا أتكلم بشكل عام لو محامي أصيب والإصابة أقاريته عن العمل يبقى في لجنة النقابة تشوف إذا كان إزاي كمسيون طبي كده إذا كانت فعلا دي الحالة تستحق إنها لها استثناء من عدمه استثناء في هي استثناء في إن هي تمارس بدون تحمل كرمية بدون لا يعني هي حالة ولا تحصل على معاش تحصل على معاش مثلا نعم هو طبعا ما فيش كلام إحنا عندنا لجنة بالفعل بتبحث مثل هذه الحالات وإنما اللجنة بتراعي أيضا أحكام القانون اللي بتحل المعاش يا إما بلغت المستين يا إما عنده عبد كل مستدين يمنعهم من مبارسة مالة المحاميات إنما في كل هذه الحالات لابد أن يقدم دلائل اشتغال عن السنوات السابقة التي عمل ما كانش عنده أصابة أو ما كانش هي معاها لغاية 2016 يعني ماشي ما عندي لاش مشكلة ماشي نبحث حالتها طيب ولولا حق هتأخذه إن شاء الله وهنخليها هي اللي تبلغ حضرتك بالنتيجة شكراً يا أستاذ مجدي وأستاذ مجدي ساخة وكي نقابة المحامين شكراً جزيلاً لحضرتك عندي فقرة مهمة إحنا كنا الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن تعديل قانون المحامات الحقيقة إحنا من الأبوكات وهنا النهاردة قلنا هنشتغل على الحوار المجتمعي طيب نجيب مين نتكلم في الحوار المجتمعي ولنا لا هنجيب حد من المحسوبين على المعارضين ولا نجيب حد من المحسوبين على المؤيدين فجيبنا معانا النهاردة فقرة مهمة جداً معاه من القامات في عالم المحامات الأستاذ الدكتور عصام شيحة المحامي بن نقدر الأستاذ الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي بن نقدر نطلع فاصل نرجع بعد الفاصل عشان نتكلم عن تعديلات قانون المحامات بعد الفاصل الدكتور عصام شيحة المحامي بن نقدر حصل على لصنص الحقوق من جامعة القاهرة عام 1989 حصل على دبلوم المفاوضات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 عضو الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب تولى منصب الأمين العام للنقابة المحامين القاهرة سابقا الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تولى منصب المدير التنفيذي لمنظمة معونة اللاجئين بأفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2003 إلى عام 2007 تولى منصب المستشار السياسي لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب منذ عام 2006 إلى عام 2014 الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي بن نقدر تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1990 حصل على دبلومة الأمم المتحدة حول الخدمات الدولية لحقوق الإنسان عام 1996 حصل على ماجستير القانون الدولي من الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا في عام 2009 نال درجة الدكتوراه في القانون الدولي كلية الحقوق جامعة الأسكندرية في عام 2017 الرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو الماجلسة قامي لحقوق الإنسان له العديد من المؤلفات والأبحاث في القانون وحقوق الإنسان وعشان المحامة مهنة مقدسة وليها قدسيتها واحترامها وتقديرها وعشان كده لازم يكون لها قانون لاحترامه لتقديره وعشان يكون في قانون لمينة المحامة لازم يناقشه كبار المحامين أنا النهاردة معايا حلقة من العيار التقيد معايا فيها اتنين ضيوف يعتبروا من اتراض الأول معايا الأستاذ أنا هعرف بليمين للشمال لأن اتنين الحقيقة يستحقوا أن يعرفوا يعني أولا لكن هبتدي بليمين الأستاذ الدكتور حافظ أبو سهل المحامة النقد أعلم أعلم بك شرفتيني أعلم بك والأستاذ الدكتور أسامشيح أعلم بك أعلم بك النهاردة احنا بنتكلم عن قانون المحامة وزي ما قلت هناخد يمين مبدأ نبدأ الأول بالأستاذ الحافظ الدكتور حافظ قل لي إيه رأيك في التعديلات المطروحة على اللجنة التشريعية في قانون المحامة أولا أبدأ بس بالعزاء للأستاذ خالد أبو قريش الأمين عام للنقابة المحامين في وفاته في الحقيقة شكلت صدمة لنا وهو شخص يتمتع بالاحترام والتقدير لجموع المحامين وفقدت المحامة في الحقيقة قامة كبيرة من قامات المحامة طيب قبل ما نجاوب على سؤالنا ندي فرصة العزاء برضو للأستاذ الدكتور عصام أنا في الغالب بنضم للأستاذ الدكتور حافظ أبو سعدة في أن المحامة فقدت فارس من فرسانها أأمل أن تكون النقابة قادرة على أنها تتدرك هذا الأمر في المرحلة القادمة ويكون فيه أمين عام يكون محل ثقة ومحل تقدير المحامين في المرحلة القادمة وعزقنا للأسرة الكريمة سواء الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة الموثلة في محامين مصر رحمه الله إن شاء الله في جنته ونعيب نرجع تاني الدكتور حافظ قل لي رأيك في التعدلات المطروحة حاليا على اللجنة التشريعية لا تتناشى النهاردة في قانون المحامين من حيث المبدأ في الحقيقة نحن في حاجة إلى قانون جديد للمحامين ونقابة المحامين هذا القانون يحصل عليه حوار ونقاش داخل جموع المحامين رجال القانون الذين يمارسون القانون يوميا ويدركون حقيقة المواد المطلوب تعديلها والقانون الذين يحتاجوا والذي يحقق للمهنة حصانتها وللمحامي حصانته وأيضا حقوقه الكاملة في مواده لا سيما وأننا نعلم وأنت تعلم وكلنا نعلم أن هناك مواد مطعم بعدم دستورياتها في هذا القانون القائم ومواد سوف يطعم بعدم دستورياتها مطعم عليها ولكن أصد سوف يحكم بعدم دستورياتها أو النظر فيها محكمة دستورية فلماذا يوضع قانون الآن في هذه الأيام وفي هذا التوقيت وبالتصرع شديد جدا دون أن يعرض على أعضاء الجمعية العمامية للمحامين لمناقشة أو على الأقل النقابات الفرعية وكل نقابة تطرح للنقاش مع أساتذة القانون مع المحامين النقض وبالتالي نستطيع أن نبلور مشروع قانون جيد المشروع قانون موجود دلوقتي يعني في الحقيقة في تنقضات كثيرة جدا وفي مواد في الحقيقة تتعارض بشكل واضح جدا مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعندنا مواد كمان مطعم بعدم دستورياتها مقررة كما هي وباقية كما هي وبالتالي فنحن في حاجة إلى قانون يطور المهنة لها الحصنات المطلوبة وفي ذات الوقت لا يكون معرضا للطعن عليه بعدم دستوريات والتالي أهم انتقاد الآن لهذا القانون هو هذه الفترة المحدودة والضيقة التي تحصر فيها النقابة فيقدم المشروع قانون ويدخل اللجنة التشريعية أو هيدخل في طريق اللجنة التشريعية ليصدر بعد ذلك عليه هذه المطاعن ويقسم المحامين إلى فريقين أو إلى فستاطعين في الحقيقة نحن رسنا في حاجة إلى هذا الآن ننتظر نناقش نعطيه فرصة للنقاش داخل قطاع من المحامين أوسع نطاق ثم نتفق على مشروع قانون أو نحصو على أغلبية لأن الاتفاق قد يكون صعب يعني يبقى قانون حائز على أغلبية الأراء من المحامين طيب وأنا معاك قامة قانونية كبيرة النهاردة زي الدكتور عصام الشيح لازم عيد عليك نفس السؤال لأننا الحقيقة محتاجة على فوجة نظر حضرتك خلينا أقول لك لاتجاه العام أننا في أشد الحاجة إلى قانون متكامل أزمتنا الحقيقية أننا عندنا في الوقت الراهن تعديل لبعض نصوص القانون هذه التعديلات أدخل عليها تعديلات إحنا عارفين كلنا أن أي مشروع قانون محتاج فلسفة فلسفة قانون المحامة فقدت مضمونها من كسرة التعديلات اللي أدخلت على هذا القانون فيبدو ليك وإننا كأننا بنرأع يعني كل شوية نعدل لدرجة أن بعض المواد اللي سبق وتم إلغاءها في القانون في 2008 وعيدت وعيدت مرة أخرى ده معناها بالضرورة أننا محتاجين نتفق على فلسفة خاصة بمشروع قانون جديد يحقق للمحامين أملهم وطموحاتهم طب الفلسفة دي نحققها إزاي يعني حالك شايف الوسيلة اللي بيها نعمل الفلسفة يطرح مشروع قانون متكامل مش ترقيع للقانون الحالي مش إضافة مواد للقانون الحالي ما نحققش بيها مصالح شخصية على حساب مصلحة المحامين ما فيش أي سبب مصالح إيه؟ مصالح إيه؟ كلمة مصالح شخصية دي هتاخدني في حتة تانية؟ أه طبعا تاخدر يعني أنا متفق معاك ما هو أنت لما تكون في عجالة من أمرك أنك تطرح مشروع قانون وما يطرحش على المحامين أنفسهم وينأشوه لأن في النهاية المحاماة رسالة سامية بتخص المجتمع كله يعني أنت لا لا تنفرد بصناعة مشروع قانون يخص المحامين منفردين لأنه في النهاية ده بيأثر على جميع المواطنين كلهم معناها بالضرورة أنك تعمل حوار مجتمع واسع الحوار المجتمع الواسع ليه شقين شق خاص بالمحترفين اللي بيمرسوا مهنة المحاماة وعارفين مشاكلها والجزء الآخر خاص بالمواطنين اللي بتعاملوا مع المحامين أنا أعتقد أننا فيه حاجة إلى مشروع يتم التوافق عليه من الداخل ومن الخارج ومقصود من الداخل من المحامين أنفسهم ومن المواطنين اتنين أن تبقى فيه فرصة أننا نتفادى كافة المطاعم على القوانين السابقة نمر الثلاثة أننا نحقق فيه آمال شباب المحامين في أنه يبقى فيه ضمانة لوجود فرص عمل أنت بتطرح مثلا في مشروع القانون دو أكاديمي يعني إحنا جربنا تجربة مريرة قبل كده في أن إحنا عندنا معهد للمحامين لم يحدث أن المعهد انتظم لم يحدث أن الطبق النص أنه لازم أنك تقضي السنتين بتوع معهد المحامين لما تيجي تقولي النهاردة أنك هتعمل أكاديمية أكاديمية بعد ثلاث سنين تدريب أيوة أكاديمية تعملها ليه وتديها للنقابة ليه طالما أنت عندك جامعات وجامعات متخصصة ولو أنت متصور أن في قصور في خريج كليات الحقوق نحن عندنا 14 كليات حقوق بتخرج ألاف لو أنت متصور أن في قصور وأنه محتاج تدريب طيب ما ياخدوا دبلومة من الجامعات المتخصصة ليه أنا أدخل الحسابات الانتخابية داخل النقابة إحنا بالتجربة لما كنا بنقول معهد المحامات اللي ما يقدرش اللي ما بيحضرش في النهاية بس لو هو يعرف أي حد في مجلس النقابة وحيمديره على أنه حضر في المعهد انتهى الأمر إيه اللي حيفرق المعهد عن الأكاديمية غير المسامة ومش هتعملوا ليحة إلى بعد ثلاث سنين من تطبيق أيوة وتدور بقى أنك تجيب موارد مالية جديدة أنك تجيب تستعين بخبراء المتخصصين فيها أنك تختار بعض الكوادر اللي حتدرس فيه طب ليه أنا أعمل للكيان ده كله وأنا عندي جامعات متخصصة ومش هيديني بالأكل شهر معتقدة أيوة طب ما تديني دبلوم يعني لو الفكرة كده لو أنت بتحاول تطبق أو تقيس على ما يحدث في أوروبا الوريات المتحدة الأمريكية اعملها من دبلوم اعملها مستر ويبقى عارف من الأول وتدي فرصة كمان لبداية الخريج اللي لسه هيخش السنة الجاية مش اللي تخرج النهار ده ما تفرقش القيد النهار وبعد النقابة بحساباتها الانتخابية عن المادة العلمية عن اللي حيدرس عن الشهادة وما تسمحش أبدا بأنك تقول أنه بمجرد مرور سنة مرور سنة إيه؟ أنجح ولا منجحش؟ أحضر ولا ما أحضرتش؟ ما فيه أنت بتحضر بنحضر مؤتمرات كتير يقول لك إيه؟ أنه هو حضر نشهد نحن المقاعدين منها أنه هو حضر طب هل الحضور هيبقى كافي؟ وهل هو هتبقى سنة دراسية؟ يعني هتتقسم سنة دراسية؟ وهل المواد دي هتبقى معتمدة من الجامعات؟ ولا إحنا هنخش نعمل محاضرات زي ما بنعملها بس؟ نقول له الفرق يعني هيرفع الجنحة إزاي؟ وهيترفع في الجناية إزاي؟ أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني يبدو وأنه إضافة جديدة للمحامين لكن هو يعني هتبقى أداء من أدوات العملية الانتخابية داخل نقابة المحامين دكتور حافظ كنا جبنا الحلقة الماضية فيديو للنقيب المحامين وكان يتكلم في الحتة اللي قال عليها الدكتور عصام أنه لأ القانون مش لسه بتعيبن النهاردة ده كان متقدم من سنة 2017 أو 15 واخد وقت طويل عباة لما دخل للجنة الفرعية ومزروفه أنه بتعيبن دلوقتي وأنه ما عندهش أي رغبة في أنه هو يديه فرصة للترشح مرة أخرى وقال والله أنتوا خايفين ليه بالصندوق؟ تعقيبك إيه على الكلام ده؟ أهم ميزة للنظام الديمقراطي في النقابات وفي الأحزاب وفي كل المؤسسات هو تدول السلطة والتأبيد السلطة يضر جدا بأي مؤسسة سواء نقابية وإحنا في الحقيقة عندنا تجربة مع نقابة المحامين بالتحديد نقابة المحامين كان فيها النموذج الذي تقرر مع نقابات سابقين وهو أنه القانون يعدل ويتم نبدأ نعد بالتأول نفس التجربة دي حصلت قبل كده سنة 2000 مع النقيب أحمد الخواجب طيب ده مرتبط بإيه؟ بالنص اللي هو في كلمة كده صغيرة في النص حق القانون الحالي طيب أنا أنا بصراحة يعني خلق مش محتاج ده لو عايز دي يبقى نعدل الجزء ده في المادة دي ونبقى بنعدل القانون ليس لهدف ولا مصلحة شخصية لازم نجرده لازم نجرد القانون أن يكون قانونا عاما مجردا لا يهدف إلى أن شخص بعينه يعيد ترشيح نفسه وينتخب مرة تانية لأن العملية الانتخابية بشكل عام لا القيود على الترشح موجودة في أغلب النظم الانتخابية سواء في رئاسة الجمهورية في عندك كده المدتين في نقابة المحامين كده المدتين يعني أصول ده قيد ديمقراطي متعرف عليه وبالتالي نظرية السندوق يحكم أيوة السندوق يحكم صحيح لكن في ظل نظام ديمقراطي في ظل قوانين ديمقراطية منها قيود محددة لها علاقة يا إما شرط السن يا شرط الخبرة ما أنت خاف ليه وما أنت بتقول لازم يكون مارس المهنة عشرين سنة طب ليه بتقول عشرين سنة ما تسيبها بقى ونخليها السندوق لكن النظام الديمقراطي بنص على كده أن يكون نركب المحامين مارساً محاماً عشرين سنة متصلة أن يكون مقيداً في النقض أن يكون وهكذا فنجي كلها قيود للديمقراطية تفرز قيادة تصلح لأن تتولى هذا المنصب طيب دكتور إصام يا تارى ما فيش أي إيجابية في هذا القانون لا من المؤكد أن أي تعديل طب أرأيك عشان يعني ناخد الإيجابيات وراء بعضها هطلع فاصل ونرجع تاني أنا سألت يا تارى إحنا النهاردة قاعدين بس نطلع في سلبيات ولا في إيجابيات يبدو أنه يكون في إيجابيات هنسمح بعض الفاصل من الدكتور إصام شيح فاصل ونرجع تاني معلومة قانونية يسقط أمر الضبط والإحضار لو مر عليه ستة أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة جديدة كنت قبل الفاصل بتكلم عن إيجابيات التعدلة المطروحة على اللجنة التشرائية لقانون المحامية والإجابة هتبقى من الدكتور إصام شيح خلينا أقول لك أنه يبدو أن في سعي حميد في زيادة ضمانات العمل المحامي أمام المحاكم وأمام النيابات وأمام سلطات التحقيق لكن على الرغم من أن دي ميزة لكن تجد أنه في فكرة حالة التلابس حالة التلابس دي موجودة طول الوقت فكأنك أنت يعني بتقدم بتقول أنك أنت بتقدم ضمانات وبتقدم حصانة لكن عمليا ربما نصطدم بأحكام محكمة النقد اللي بتقول لك أنه يعني فكرة حالة التلابس متواجدة داخل قاية المحكمة يستطيع القاضي أن يعمل النقطة الثانية في المميزات فكرة أن يتعامل الجدول للأجانب إحنا أغلبنا بيترافع فيه أمام بعض المحاكم في الخارج لكن ما فيش حاجة عندنا اسمها محامي دولي إحنا بنصبخ عندنا هنا على أن هنعمل جدول للمحامين الأجانب أعمل جدول للمحامين الأجانب إزاي؟ جدول التعامل مع المحامين الأجانب بيقتد أن يقدم طلب والطلب لنقاب المحامين وطلب لوزارة العادل عشان تسمح له أن يتابع قضية من القضايا أو يشترك في قضية من القضايا لأن أغلب الدول ما بتدناشي الحق دول فأنت تعمل عندك جدول وبعدين ترجع تقول للمعاملة بالمثل المعاملة بالمثل أغلب دول العاملة ما بتعمل شيكا معناها بالضرورة أن أنا بعمل أمر يبدو جيد لكن في الممارسة العملية ما يبقاش موجود فكرة ضمانات صحب الثقة من الجامعية العمومية من المجلس أو من النقيم الفكرة نفسها فكرة جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية لما بيجي يسحبوا الثقة من نائب في الكونجرس عشان يقيدها ويخليها فيها نوع من الصعوبة يقول لك نسبة من اللي صوته اجمع تصويت نسبة من اللي صوته ويدفع ضمانة يعني حط ضمانة تكلفة العملية الانتخابية لو أنت خسرت لو الراجل ده ترشح مرة تانية وخسرت أنت تاخد الفلوز دي لو هو كسب الفلوز دي تتصادر أنت بتقيس ده في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على وقع مختلف عندك في مصر الفكرة نبيلة لكن الممارسة كمان الممارسة أنك تقول تجيب تلت أعضاء الجامعية العمومية اللي انتخبهم هيبقى صعب جدا الفكرة الجيدة في أنك أنت بتدي كل السلطات لمجلس النقابة دلوقتي لكن وإنت بتدي كل السلطات لمجلس النقابة عشان يبقى هذا الإجراء يعني إجراء جيد ومقبول عليه كمان أنك تسهل مهمة الحصول على التوقعات لأنك أنت تسمح لي آه طبعا يعني شيء جميل جدا أنك تسمح لألف من أعضاء الجامعية العمومية أنه هم ياخدوا صورة من توقعاتهم ويطلبوا صحب السق لكن كمان مين اللي ليه سلطان على هذه التوقعات مجلس النقابة فلما أنت تدي المجلس النقابة يكون هو الخصم والحكم الميزة اللي انت حطتها بتسحبها بتسحبها بشكل تاني آخر آخر إضافة جيدة هي فكرة الضمانات أمام المحكمة في الضمانات نفسها موجودة بنص الدستور أنت بترجم بس نص المادة داخل الدستور أنا شفت الترجمة الترجمة بعيدة عن الواقع العاملي لأنه لو إحنا خدنا نص الدستور أنا هيبقى ليه حرية أن أنا انتقد داخل المحكمة زي البرلمان بالزبط يعني بنفس الحصانة ومتعرضش للمحاكمة لكن داخل القاعة يستطيع القاضي في نفس اللحظة أنه يعمل مذاكرته ويحبس المحامل أصحيح هو بيقول يحضر معاه عضو من مجلس النقابة لكن تشوف أنت بقى أنه يكون يتقابض عليه وترحل على ما ييجي عضو النقابة أثناء التحقيق بس مش فكرة القبض نفسها القبض بيكون تم يعني من النقاط اللي ممكن تكون محل تأدير كمان فكرة المعاش بس كمان وأنت بتتكلم عن المعاش في عشرين سنة أو وصول سن الستين ما تقولش أبداً ستة أجنب أنت في شخص حاجة؟ أنك قلت لي الإيجابيات وفننتها ما هي أيها لأنها تبدو لا أنها تبدو ما طلعتش إيجابيات شوف يا دكتور طلعت أفخاخ لا ما هي يعني تبدو تبدو في ملامحها أنها أمور جيدة لكن أنا اللي بنقوله لك دو بنقلك الواقع يعني أنت تقول لي أنك أنت في أضايا الجنايات والجنح المستقنافع أنك تنتدب محامة فتقول لي أنك تدي المحامة 100 جنيه يعني إيه المية جنيه دي من المحامي اللي حيتم انتدابه ويترافق إزاي هو بقى يعني بإخلاص وبضمير ويتعب في القضية عشان مية جنيه يمكن ألاقي عند الدكتور حافظ أبو سعدة إيجابية أنا بيتش عند حضرتك سألتك ما لقيتش نرجع للدكتور حافظ يا طرح شايف أن القانون الجديد أو التعدادات الجديدة بتوفر حماية قضائية للمحامي بتوفر له حماية ولا برضو شوف لا هي طبعا النقطة الخاصة بالحصانة للمحامي أنا موافق عليها كما وردت في المشروع كويس لا دينو أصل حصانة للمحامي أنا رأيي أن ده يجب أن يكون مسعى للنقابة وللمحامين بشكل عام لأنه في الحقيقة في بعض المشكلات التي حدثت في المحاكم حصل جور على المحامين وحصل تعريض بعض المحامين لمخاطر شاكدا حتى النقيب نفسه والنقابة راحوا مترفعه عشان محامين المينيا ومحامين كفرشيق ومحامين بنها يعني أصل لك في كل مرحلة أنه حصل احتكاك وبالتالي تحصين المحامي أثناء أداءه لمهنته داخل الجلسة أنا رأيي حتى موضوع جرائم الجلسات ما يبقاش منها المحامي أنا ده محامي بيمارس دور تقول أنا أتلكك لك أعمل لك محضر مذكرة وأقول فيه أن ده حصل إخلال بالجلسة يعني إيه لازم المحامي يؤمن تماما ده مش موجود في أغلب نظم القانونية في العالم كله المحامي يحضر له هيبته له احترامه له تقديره ليه مقاعده الأمامية التي يجلس فيها وبالتالي دي مسألة اللي تضمنها النقابة وبالتالي أنا موافق على أن المادة اللي في الدستور الخاصة بحصانة المحامي والمحامين وأنا رأيي أن النص الخاص بمحكمة أنا لازم نغيره يعني فكرة أن المحكمة نقدر تقول أن دي من جرائم الجلسات وبالتالي يجوز الأبضى عليه وتوقيفه هذا مخالف لفكرة حصارة المحامي الموجودة في كل دول عالم المحامية هي تقف على قدم مساواة مع سلطتي القضاء النيابة والقضاء وبالتالي يجب أن تعامل بالحصارة المطلوبة للقضاء والنيابة اللي يتمتع بها القضاء اللي يتمتع بها القضاء والمحامي إحنا أطراف تلاتة إحنا جناح العدالة التانية بالضبط كما على الأطراف في المحكمة أنا عندي النيابة العامة والقضاء والمحامية اللي هو قضاء الواقف فبالتالي لازم أكون على قدم مساواة ما بقاش أنا معرض وأنا بدافع عن الطرف الأضعف وكمان معرض لأننا يتم المحامي أحول المتهم وحوله لمرتخب جريمة من الجرامة من الجلسات ومنعه من الممارسة لا طبعا هذا أمر يعني يجب أن تقف فيه القبض وأن القانون يجب أن يضع الحصانة بشكل واضح لا يجوز توقيف المحامي أو القبض عليه أثناء ممارسة عمله نقطة من أول السطر دكتور أصام فيه في القانون وفي التعديلات كلمة ذكرت في تعديل على شرط حصول المتقدم لنقابة المحامين اللي قيدوا أن يكون حاصلا على السنوات العامة وكان المقصود الحقيقة بالكلمة دي هي حرمان الحاصلين على لسانس الحقوق تعليم مفتوح من حملة الدبلومات وانضمامهم لنقابة المحامين وأنا كنت جبت معايا في حلقة من الحلقات لوستاذ سامح عشور وقال أن التعليم المفتوح هو عملية نظم ما تعلموش حاجة حددك شايف المادة دي يعني فعلا إضافة كلمة سانوية عامة دي كلمة لها مرجعية ولا احنا تعلمنا في محراب العدالة أن القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة أول ما أقول قاعدة عامة مجردة احنا كنا شايفين كنقابة كنا شايفين التعليم المفتوح وهو بيتم داخل الجامعات المصرية لم تتدخل النقابة في الوقت المناسب أنت تركت الباب على مصرعيه أنه عندك عدد كبير من الخارجين نص القانون نص القانون بيتكلم على الحصول على لصنص الحقوق ما قالش على الحصول على دبلوم تجارة ولا دبلوم صنايع ولا سانوية عامة يعني أنت بيشارت فيك أنك تكون حاصل على لصنص الحقوق بمجرد حصولك على لصنص الحقوق أنت توافرت لديك الشرط ما تقدرش تقول بقى أنه هو خد دبلوم قبل كده ولا خد سانوية عامة أنا أعتقد أنه ده نوع من التعصف في استخدام الحق لأنك في النهاية احنا تركنا ده موجود ما تقدرش تقول أبدا اللي حصل على باكريولوس طب ما تقيدش في القطة الأطباء ولا اللي حصل على باكريولوسنا هندس ما يعنيني القاعدة العامة أنك بتتكلم على المستوى التعليم النهائي بدليل أنك بتسمح كمان بأي جمعة أجنبية أنك تعمل معادلة معاها وتسويه ما الشرطش بقى كمان هو هو خد سانوية عامة ولا دبلومة أمريكية ولا تدع فيه برد الناس بتدرس سنة وفيه بتدرس سنتين في النهاية هو جاي لك معاه معاه لصنص قواعد العدالة والمساواة تقتضي أن احنا نقول لصنص الحقوق يعني فكرة أن أنا واخد موقف من التعليم المفتوح أنا أقدر أقول لك إحنا واخدين موقف من الخريجين كلهم ما أنت عندك ضعف شديد جدا في مستوى الخريجين في كل الجامعات بلا استثناء نعالج ده إزاي؟ نعالج ده بالتدريب نعالج ده بإن إحنا قلنا أنه يبقى فيه معهد محماء أو قلنا أنه ياخد دبلومة أو أنك تعمل أكاديمية بس يكون يعني بمنهج علمي مستنير لكن إن إحنا نحرم اللي هو القانون كان في مصلحته لمجرد إن إحنا مش عايزين نزود القيد داخل النقابة أو إن إحنا شايفين إن مستوى الخريجين ندربهم لكن ما نخلفش القانون لأنه للأولى برجال القانون إن هم يحترم القانون لكن ده كمان بيخالف الدستور مش الدستور ده اللي بيتكلم عن المساواة يعني إحنا بنخالف قواعد المساواة زي ما أنت بتنص في القانون برضه على اللي يسافر يعني إنك تكون مقيم إقامة دائمة مش ممكن لأنك أنت بتصادر حق من حقوق الإنسان اللي منصوص عليها في الدستور يعني من إحنا من أفضل الدستير في مصر منذ 23 إنه هو دستور 2014 اللي هو تمسك بالمواصيق وارتفاقات الدولية اللي وقعت عليها مصر واللي منها حق الانتقال وحق الصف لما أنت تحرمني من أننا لما سافر أنه ما تأيدش طب الناس ارتضت أنك أنت تقدم ما يفيد أنك بتشتغل أنك بتمارس المهنة يعني تفهمناها عمل من أعمال الإدارة الخاصة بالنقاب لكن أنك أنت لمجرد أن أنا بسافر أو بحق مصلحة أو أن أنا بشتغل في مكان في الخارج أن أنا تحرم أنا أعتقد أن ده قيد جديد مش السنوية العامة بس طيب علشان أنا المرة اللي فاتت طلعت بالفاصل بسؤال للدكتور عصام هسألك سؤال ونطلع فاصل أتعاب المحامات ذكر في التعديل أن أتعاب المحامات تحصل عن رفع الدعوة البداية عشان نضمن للنقابة دخل هاسمع إجابتك بعض الفاصل هنطلع فاصل ونجع بعض الفاصل عشان نكمل حواراً مجتمعياً عن تعديل قانون المحامات معلومة قانونية لا يجوز إصدار أمر ضبط وأحضار في قضايا المخالفات يجوز فقط في قضايا الجنايات والجنح الأفوكاتو إزاي تاخد حقك القانون كنت قبل الفاصل سألت الأستاذ الدكتور حافظ أبو سعدة يا ترى تحصيل أتعاب المحامات في بداية رفع الدعوة ده لصالح نقابة المحامين من عدمه وهنسمع الإجابة دلوقتي هو طبعاً لصالح نقابة المحامين بس في الحقيقة فيه ظلم للمدعب لأنه المدعب يدفع رسوم رسوم الدعوة وأحياناً تبقى رسوم نسبية لو الدعوة تجاوزت مبلغ معين طيب أتعاب المحامات هي المحكمة تحكم بها على من يخسر الدعوة طيب أنا أحمل الرجل المدعي ليه قد لا يخسر يعني أنا بحكم من البداية كده أنه خاسراً لدعوة وبالتالي أنا تجزء من الحكم وإلزامه بسبب أتعاب المحامات فالمعيار هنا هو معيار أن خاسر الدعوة هو من يؤدي أتعاب المحامات وبالتالي لابد أن تكون بعد صدر الحكم وليس مع عشان مش عايز أحمل الناس لكن أنا مع زيادة الموارد ومع أن أنا أزود المبلغ يعني أنا رأي خمسين وخمسة وسبعين يعني في الحقيقة ومي جنيه يعني دول دي الوقت ما بقتش فلوس فأنا أظن ممكن أن نزود هذا المبلغ ولكن أنا بس معها أن تخصم من الخاسر أنا طبعاً مع زيادة الموارد عشان الأدوار الاجتماعية للنقاب تعملها والعلاج والمصائق وبتالي تحسين ومعها على فكرة مع أيضاً إجراءات ضبط القيد التي أصرت على ضرورة أن الناس تكون بتمارس فعلاً المهنة يعني أنا مع الضابق لأنه دي هتخل خرجت من المهنة أعداد كبيرة جداً لم تكن تمارس وكانت أعباء على مشروع العلاج يعني يصرف المشروع العلاج يدفع بـ 300 جنيه مع الكرنيه ويصرف 10 ألف جنيه علاج فده آه الدوابط دي مهمة جداً وقامت بها النقابة ونحييهم على هذا الدور لأنه الدوابط دي بتخليلي فعلاً النقابة تقدم خدمتها لمن يمارس مهنة المحامات إنما أنا لما أضيف على المدعين مبلغ أنا بصراحة مطلوب مني إن أنا بعمل باتفاق مع وزارة العاد لإنه والله تحصل الفلوس دي زي رسوم الأضايا زي يعني كل الأموال اللي بيحصلوها بعد انتهاء الحكم وخاسر الدواب بيتتعمل عليه وبيعملوا تبديد وبيعملوا عندهم إجراءات بيقدروا يحصلوا فيها الأموال وياخدوا نسبتهم من التحصيل ودون الفلوس بس طيب دكتور أسام المؤيدين لإصدار هذا التعديل في الوقت الحالي بيقولوا لا جماعة حصل حوار مجتمع إن قابة دعت لبعض المؤتمرات ونقشت بعض المحامين في هذه التعديلات وإننا شايفة إنها تعدلت كويسة حل حضرتك سؤلت حد دعاك لحوار مجتمعي بشيء أنا حفطرت حسن النية في اللي بيقول الكلام ده لكن حقيقة الأمر إحنا فجأة بس في الأيام الأخيرة فجئنا بإنه مشروعين القوانين اندمجوا البعض دخلوا اللجنة التشريعية القانون حيتناقش ويصدر قبل نهاية الدورة البرامنية للشهر القادم كل ده خلنا متحافزين نعرف حقيقة الأمر شكله إيه يعني كلنا بنتمنى إن يبقى فيه مشروع قانوني حقق آمال وطموحات كل تجربت لعلى سؤال الدهوة تسأل واحد دي سكت أسألك إحنا ليه تفجئنا احنا عارفيني كل نوع لكن اتفجئنا لأن إحنا عندنا في الغالب انتخابات في ستمبر القادم فالناس شعر أنه دي مرحلة فيها نوع من الريبة يعني فليما العجلة يعني أنا عايز أقولك أنا بفترض حسن النية مليون في المية في مقدم المشروعات إحنا محتاجين تعديلات لا أنا أقولك إحنا مش محتاجين تعديلات إحنا محتاجين مشروع قانون بالكامل القانون فيه بعض المميزات آه فيه بعض المميزات لكن وإحنا بقى المناقشة المناقشة هي اللي بتقولك بقى أن المميزات دي تستطيع إنك أنت تتحققها عمليا بالفعل ولا تصطدم ولا تصطدم بالواقع يعني مش بس زي ما قال الدكتور حافظ أنه خاسر الدعوة اللي يدفع أنت كمان رافع الدعوة ده هو في الغالب هو صاحب الحق هو اللي شاعر بظلم وقع عليه فبيرفع الدعوة أنت كمان لو دفعته أي مبالغ بتخش في الوقت الراهن عشان تردها لازم تجيب ما يفيد أنك أنت دفعت الضرائب بتاعتك يعني فالمبالغ بتضيع بتضيع وفي كثير من الأحيان الناس ما بترفق يعني ما بتجريش ورا منها لأن تكلفة أنك ترد المية جنيه يعني أكتر 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 فمعناها بالضرورة أنك حتسلم بالأمر الواقع ففيه يعني حسن نية آه فيه حسن نية فيه حوار مجتمعي كامل وتام آه لا ما قدرش أقولك أنه فيه حوار مجتمعي لأنه إحنا كمحامين يعني محترفين بنمارس العمل يوم أو نهارش فالطبيعي فالطبيعي كنا شفنا مشروعات القوانين كان المفروض نقابة المحامين مش تعمل لقاء واحد تعمل عشرات اللقاءات مع الكل وتسمع كمان وتسمع كمان المعارضين حسن النية لأنه في النهاية أنا شخصيا مليش يعني مليش أي مصلحة بالعمل النقابة في الوقت الرهد لكن في النهاية عايز النقابة تبقى نقابة قوي عايز المحامين يشعروا بالعدالة وهم بيمرسوا ما يبقوش حاسين أن سيف العدالة على رأبتهم أو أنه هو بيمرس عمله دوت ربما يتعرض للحبس أو للمحاكمة أنه ما ضيفش أعباء مالية عليه كلنا نتفهم أن احنا محتاجين موارد مالية جديدة موارد المالية أنا استطيع تدبرها بأمور كثيرة ليس من بينها مخالفة القاعدة الدستورية ليس من بينها أن أنا أرفع الدعوة فأدفع أموال وأنا عارف مسبقا أن أنا مش حروض ضهر لما خسر الدعوة تدفع أتعاب المحامين هيبقى متفاهم لأن ده في النهاية حكم ومحكمة يعني محل تقدير لكن وأنا لسه برفع الدعوة لما أنا بدفع ضريبة والمحامي بيدفع يعني الرافع الدعوة بيدفع ضريبة والمحامي بيدفع ضريبة يعني وترجع تتحاسب ضريبية لنهاية السنة أنا أعتقد ده ربما يكون قيدة على ممارسة المهنة نأمل أنه ما يكونش هو ده المعصود طيب دكتور حافظ ليه الناس تقسمت كده على القانون ليه فجأة لقينا مؤيدين ومعارضين وحصلت هيصة كده على الموضوع أو مرة تحصل لتعديلات لقانون المحامين تشاهد ده ليه؟ واحد أنه القانون قدم فيه الأيام الأخيرة لنهاية هذا المكلس النقطة الثانية كان قدامك سنة أو سنتين تعمل حوار مجتمعي في كل محافظة وفي كل محكامة تدائية وفي كل نقابة ثم المجلس العام في القاهرة يعمل لقاءات وبالتالي نخرج بتصورات لأنه في المهنة في مشاكل كثيرة نحن في مكتب السيد النائب العام في صعوبة في دخول المحامين أنا أشوفهم موقفين في الشارع في المكتب في التجامع الخامس واللي يحدد له يقبله لا أمين شرطة مع كل احترام والتقدير ما كناش كده كنا بنخش على مكتب السيد النائب العام بنقابل سكرتيرو بنقدم لكارنيه بنقوله والله عايزين نخش أنا بس عايز أعلق في التاديق وأعمل مدخلة فيها لأننا الحقيقة بشوف الكلام ده أنا بنزل محاكم بشوف يعني هحكي موقف زغير كده حصل من سيد قاضي جنح مستقنى في حدلهم والحيانا كنت منضم لي في هذا الأمر إحنا أحيانا نتجاوز يعني إحنا كمحامين وإحنا نمارث العمل نتجاوز يعني محامي جاي ببنطلون جينس ويتشيرت أو بلوفر وقاعد مسك التليفون وفي الجلسة هذا عدم احترام للجلسة حدثت محامي أو طلع الكرنيف فالرجل طبعا يعني استأمل موقف يعني هو كان منبه عشان يدي فرصة لمحامين تقعد قال غير المحامين يبقوا برى القاعد إحنا ساعات ما تجاوز حتى في دخولنا بقى للنايب العام برضو بنقدم طلباته رايحين جانع عليها يمكن ده بيجرلهم الوقت أو بداع عشان يبقى بس بنقولي صحيح بس آه طبعا بس هذا تدرون للنقابة في الحياة ده إنها القانون يعالج كل مشاكل المحامين وما اعتقدش ان يلا هترفض حال زيكت آه ما تعمل ليش نص مكمال ومش مراعي مشاكل للناس اليومية أنا بصراحة يعني أنا مؤيد جدا إن إحنا نعمل مشروع قانون يعالج كل مطالب المحامين الأساسية والجوهرية يعني على سيء مثال عندي مشكلة عندي عدد كبير من المحامين بيعمل في الخارج أقطع أكل عشو يعني أنا أنا لا ما هو في التعديل الجديد هيدفع عشر تلاف جنيه في السنة أنا دلق صدو إن أنا أنا ما حولوش للجدول غير المشتغلين طيب وبما إني أنا الوقت مر علي لأن الحلقة من الحالات الجميلة والوقت الجميل بيمر بسرعة هنعتبر نفسنا دلوقتي قدام اللجنة التشريعية وأنا معايا قمتين وعلمين من أعلام المحامين ومتهيئة لصدقه مطلوبة سمع كل واحد معاه لا دقيقة دقيقة تقول لنا فيها يا دكتور عصام وإنت أمام اللجنة التشريعية صوتك يوصلت شوف أنا كل ثقة في زملائنا أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمات على رأسهم الأستاذ بهايدينا بشقى وكل ثقة على أنهم يدركوا أننا في حاجة إلى قانون متكامل زو فلسفة الهدف منها خدمة المحامين وخدمة العدالة وأنا أعتقد أن مشروع القانون المطروح عليهم يحتاج مزيد من المناعش يحتاج مزيد من الحوار وأعتقد أن ده يصب في مصلحة الجميع يصب في مصلحة البرلمان يصب في مصلحة الدولة المصرية يصب في مصلحة المواطنين وأخيرا يصب في مصلحة المحامين إذا نجحنا في أنه حتى يرد على التساؤلات اللي احنا بنقولها لأنه أنت بتتكلم على أنه ربما يكون في اللحظة اللي حدثتك تكلمنا فيها يكون بيتناقش في الوقت الراهن مشروع القانون وعلى ما تتزاهل الحلقة يكون القانون مر لكن في جميع الحالات ليس هكذا تصنع القوانين اللي احنا بنأمل انها تكون محل تقدير واحترام المخاطب بها تمام دكتور حافظ معاك الدقيقة هي هي واحنا بنواجه رسالة للجنة التشبعية واحد انا رأي انه ضرورة عمل لجان استماع لعدد اكبر من الناس المعارضين قبل المؤيدين عشان القانون يبقى بيعالج معالجة صحيحة ما بناخدش حاجة مؤقتة ثم هنبص عليه بعد كده احنا بنعمل تعديل وبالتالي اذا يعني خلاص هيمر يبقى لابد ان يأخذ في الاعتبار اراء المعارضين نعمل جلستين استماع داخل البرلمان نحضر في عدد من المحامين المعارضين واللي ليهم اراء معلنة يقولوا وجد نظرهم فيه وبعض البرد الموضوعيين نقطة تانية في حاجات اللي يجب تخلى عنها حصانة المحامين حصانة المحامين وجدول المحامين الانتقال في الجدول دون ان يكون هناك تهديد بالانتقال الى جدول غير المشتغلين عشان ضابط الوقت لو انا مروحتش في توقيت محدد ينقلني جدول غير المشتغلين يعني دون نقطتين انا اظن هيكون ليهم اولوية كبيرة جدا في المحامين الحصانة المحامي في كل مراحل في مرحلة التحقيق والاستدلال وفي مرحلة المحاكمة وفي المحاكمة امام المحاكم كل دي لابد ان يتوفر المحامي في حصانته مع التزامه بان يكون ممثلا للمهنة وممثلا لنقابة المحامين في زيه وفي ارتداءه وفي سلوكه دكتور عصان الشيحة شرفتني شكراك والحقيقة انا كل سعادة انا حضرت محاكمة معي النهاردة شكراك دكتور حافظة مساعدة شرفتني وانا كنت نفسي تقابل زي ما احتقابلنا كتير في المحاكم لكن انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك شكراك عزيز المشرع المصر لا عجلة من اصدار تعديلات قانون المحامة الآن قمتين من قامات القانوني القانون كانوا معي النهاردة ما كانش معاهم حوار مجتمعي اتمنى من اللجنة التشريعية ان تستدعي قامات المحامة في مصر تتناقش معاهم وطارد عليهم نصوص التعديلات واحنا رايحين من بعض فيه الندينة عديم وازاي تاخد حقك بالقانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر